موسيقى أرتيك أهلا وسهلا فيكم مصدقائي بحالة جديدة ومعكم عمرو خورة بحيات اليوم سنحكي عن كيبورد أبكس فايف من ستيل سيريز هل يعترى يستحق مئة الدولار؟ هل يعترى يستحق أن يكون جيمينج كيبورد؟ وبنكديكي كمان، سنعرف سوا بحالة جديدة موسيقى بالآية شكرا كثير للأشخاص اللي عم تتابع القناة وإذا كنت أول مرة بتحضر الفيديو على القناة، لكما تشترك بالقناة وتحديد تفعل زر جرس في كثير أمور عم نعمل له مراجعات سيل سيريز تحديدا صرنا عمليه مراجعة لأكثر من منتج فيكم نشوفوا روابطهم هون، سيطلعوا بالكرت يا هون يا هون ويعني اللي بتابع القناة بيعرف أنه لحد اليوم رأيي بالمصنعية تبع السيل سيريز تحديدا موضوع المصنعية لحد اليوم المتاني تبعهم رائعة جدا جدا ولكن هل يا ترى هالكيبورد ها بحيكون بنفس المتاني؟ هل بحيكون بنفس المواصفات اللي فعلا مبهرة؟ خلنا نتعرف عليك بداية ومتلك كل مرة بنتطلع على البوكس بشكل عام، البوكس ما في أي شيء مميز داخل البوكس هو عبارة عن الكيبورد والمسند تبع الإيد نفسها وشوية كتلوكات ما حدا بيقراها، واللي مكتوب على البوكس كليات أمور اللي هنغطيها هلا بشكل تفصيلي بإذن الله تعالى فالبوكس هلا معك بحاجته طبعا الكيبورد صلي عم بيستخد متقريبا قرابة الشهر لحتى أحسن عاطي فيدباك صحيح مية بالمية عليه وبالتالي هاي ما هي نظرة أولية وإنما هي مراجعة تفصيلية عن الكيبورد أول ما بتفتح البوكس هيتاخد حتلاقي إنه في عندك الريست وفي عندك الكيبورد الريست بحد ذاتها منظرها للوهلة الأولى بتقول إنه هذا شيء أنا مستحيل أستخدمه وخصوصي أنا كنت عم يستخدم كيبورد ريزر يلي في معه ريست فيها بفوق طبقة سفنجية هاي ما في طبقة سفنجية ولكن نعم بشكل مرعب بعد ما استخدمته لفترة وحطيتها اكتشفت إنه لأ فعلا هذا شيء ممكن استخدمه ومريح مريح فعليا مريح بشكل بشكل عام وبالتالي المشكلة الوحيدة تبعها إنه طلقت بصمات بشكل مخيف يعني موضوع البصمات اللي فيها وموضوع تنظيف البصمات اللي بيطلع عليها يعني يوميا 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 إذا ما بدك تشوف بصمات بدك تخلي شئفة قدامك كل شوية هذا الشيء الوحيد اللي أخدته ما أخذ عليها بشكل عام ولكن طريقة إنه طربت بالكيبود عبارة عن مغناطيصات ومجرد ما إنك قربتها على الكيبود فورا تعمل تيك فتلقط بشكل جيد يعني إذا تحاول ترجع تسحبها هيك أو تحركها خلاص ما تتحرقها لحتى تعطيها شوية فورس لحتى تفشها شوي لحتى تطلع معها فهي كانت موضوع الريست وهذا الموضوع بيرجع شخصي يعني في أشخاص بتحب تستخدمها وفي أشخاص لا أنا بالنسبة لي فضلنا دائما الكيبود يكون في معه الريست هاي كرمال مريحة أكتر للإيد خصوصي إنه شخص بيستخدم الكمبيوتر تقريبا بشكل 24 ساعة خلال 24 ساعة يحكم شغلي ويحكم إني بعمل فيديوهات على اليوديو ألا بالنسبة لي للموضوع الكيبود أول ما نطلع على الكيبود كيبود وزن فعليا وزن لأنه الطبقة العلوية تبعه كله يعطيها مصنوعة من الألمنيوم وبالتالي هذا الكلام معناده حتى لو حاولتني الكيبود ما بينتنا فهذا الكيبود فعلا بلقى خبط بلقى تعصيب وانت عم تلعب وطج وطغط كذا هاي أمورك تمامية ما في عندك فيها هاي القصة أي مشكلة إذا بنجي لوحدة الأشياء اللي شفتها يعني كان مفهوض أن تكون أفضل من هيك موضوع الكيبود نفسه الكيبود أولي موصول بداخل الكيبود لو أنهم عمل يو اس بي كان مريح أكثر بكتير بس ولكن بنفس الوقت الجماعة ما أثروا وحطوا لنا ورا عبارة عن مكان لحتى تمشي الشريط تبع الكيبود ففيك طلعه من النص فيك طلعه من اليمين فيك طلعه من اليسار وبيمسك بشكل جيد جدا يعني ما بتحتاج أبدا أنك خلص أنك ترجعت سبته مرة ثانية مجرد أنك خطيته على المكتب عندك خلص ما عد تحتاج أنك ترجعت فكه مرة ثانية وبما أننا عم نحكي على الطبقة السفلية أو الوجهة السفلي للكيبود نفسه فكمان على الطبقة السفلية في عنا إجرين بإمكانك ترفعهم بحيث أنك تساوي الكيبود خلص مائل شوي لطباعة أو لتكون مريحة أكثر بعملية الطباعة ومحطوط ربر بأسفلهم بحيث أنه فعلا بدكونوا سابتين ما بتحرك الكيبود كثير على المكتب عندك ننتقل بعدين للأزرار نفسهم وهي واحدة من الأمور المميزة بهذا الكيبود نحن اليوم نحكي عن كيبود سعره مئة دولار وميكانيكي أو هو ميكانيكي لحديدا هو عبارة عن مزيج بين الكيبود العادي أو الطريقة التقليدية والكيبود الميكانيكي شو بيفرق هذا عن هذا حكيت بفيديو تفصيلي شو هنا الكيبودات الميكانيكية وشو الأزرار تبعهم فيكو نشوفوهم كمان كل مرة بنسى ياهون ياهون حيطلعوا على الأغلب هون مبارف ففيك تروح تشوف تعرفوا الضبط شو يعني كيبود ميكانيكي وشو الأزرار اللي موجودة الألوان اللي منشوفها واكل وتفاصيل هاي كلها أغلب خلال نرجع لهذا الكيبود الكيبود بيحمل أزرار زرقاء هايبرد بمعنى الأزرار الميكانيكية عملية التريجر تبعها أو التماسي اللي بصير لحتى ياخد إنه هذا الزر الكبس بيكون موجودة على الجانب على جانب الزر نفسها فمجرد ما أنت كبست بمرحلة معينة بصير فيه تماث فتتفعل الكبسة نفسها أما هون الشي اللي عاملينه أن هنا نستخدموا القالب نفسه تبع الكيبود الميكانيكي بس ولكن خلق ضلت الكبسة بأسفل الكيبود نفسه بحيث أنه أنت تضغط لحت توصل للمكان تعمل تريجر لك تدق بالأرضية تبع الكيبود نفسه هذا الشي طبعاً أنا أول ما فتحت الكيبود وعم بقرأ أنه عبارة عن Hyper Mechanical وأنه شي مدمج بين الكيبود العادي وبين الكيبود الميكانيكي قلت هذا الكيبود سأستعمله يومين ثلاثة وحق خلص أنسكه وزدته على جنب واحتمال كثير كبير لأني أصلاً ما أعمل عنه ريبيو بس ولكن بعد استخدام طويل له اكتشفت أنه ما ليحاسس بأي فرق بينه وبين الكيبود الميكانيكي وبرجع أبأكد هوني أنا أنا سابقاً كنت أستخدم كيبود من ريزر كان بيحمل الأزرار الأورنج الميكانيكية وبالتالي بحرف شي يعني الكيبود الميكانيكي وبحرف الإحساس طبع الكيبود الميكانيكي عملية الكبسة أنك تحس أنك عم تكبس الكبسة موجودة هون طبعاً هذا بما أنه بيجي بأزرار خلنا نقول زرقاء وبالتالي سوق الكبسات طبعه عالية مناسب لبيئة مكتبية هذا الكيبود غير مناسب لبيئة مكتبية برأيي لأنه احتمال كتير كبير يلي قاعد عم يشتغل معك المكتب يقوم يمسك الكيبود الخبطة فوق راسك لأنك حتسرعه خليني سمعكم صوت الأزرار بشكل عام حتى تحكموا الصوت يعني خليني مثل ما سمعنا فهاي كانت الصوت تبع الكبسات تبع الزر صوتها عالي وخي نقول نوعاً ما مزعج لأذا كنت قاعد أنت بمكان عمل أما إذا كنت قاعد لحالك وعم تلعب وتحب صوت الكبسات العالي مثلي مثلاً فبالعكس الكيبود بيقدم لك تجربة مخيفة جداً ورائعة جداً 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 بموضوع الألعاب ما بتحس بفرق أبداً أنه مثلاً هذا الكيبود هايبرد ميكانيكال وليس ميكانيكال كامل ما عطتني ما حسيت بأي فرق إن كان بموضوع الـ Call of Duty إن كان موضوع الـ PUBG إن كان أكثر من اللعب لعبتها ما حسيت أنه في عندي فرق بأنه بالأداء فرق بالكبسة مثلاً عم بتضطر مثلاً إكبس الكبسة أكثر من مرة مثلاً لا يأخذ الـ Command ما في هالأمور هاي كلها طبعاً الكيبود بيتمتع بشاشة OLED اللي هلا حنحكي عنا بالتفصيل ولكن قبل ما ننتقل للشاشة OLED خلين نذكر كمان أنه الكيبود في قلبه ويل على جنب بإمكانك خليك خليك تحكم بصول الصوت من فوق بترفعه وبتنزل وبنفس الوقت بإمكانك تعمل الميوت للصوت بشكل كامل وبنفس الوقت في عنا زر هون بيتحكم بالموتي ميديا بإمكانك تعمل لغنية إذا بتكبسوا كبسة واحدة كبستين بتعمل تنتقل للغنية اللي بعدها تتكبسها تترجع للغنية اللي قبلها وهذا شيء جميل بحيث أنه هو مدمج كل الزرار بزر واحد بحيث أنه ما اضطروا يكبروا الحجم وعلى سيرة الحجم أنا بحب الكيبودات اللي بتكون مضبضبة نوعاً ما هلا ما بحب الكيبودات اللي ما بتكون زرارة كاملة وهذا هون زرار كاملة ما فيه بعض الكيبودات بيجي عندك بدون النمبات بدون مجموعة الأرقام اللي موجودين هون بيلغوا لك هون كل ياتهم كرمال يزغروا الكيبود لا أنا بحبه يكون فل بحبه يكون كامل أسهل ليلي بالنسبة للاستخدام بس ولكن ما بحب الكيبود اللي يكون بخم آخذ مساحة كتير كبيرة على المكتب يعني كتير كنت عم بدور على الكيبود يكون حجمه صغير وبنفس الوقت أخذ فل المساحة أو فل الأزرار كاملة كان عندي كيبود الليزر مشكلة كيبود الليزر بالنسبة لي كانت أنه تقريباً نص المكتب الكيبود أخذه هعمل إن شاء الله فيديو مقارنة بينه وبين كيبود الليزر بلاك ويدو فلذلك اتأكد أنك تشترك بالقناة لو تفعل زر الجلس كرمال يصل لك الفيديو المقارنة وتعرف لو حبيت تشتري تروح مع هاد أو تروح مع هاد مع أنه في فرق بالسعر شوي يعني بس ولكن أنا بالنسبة لي كم واصفات صرت ميال أكتر لكيبود الليزر عن أفوان لكيبود الليزر عن كيبود الليزر بسبب الحجم وهذا يعني شغلة كتير مهمة خير ننتقل هلأ للسوفتوير ونشوف عملية الإضاءة لأن الكيبود فل أر جي بي طبعاً تكيد كيبود معناتها لازم يكون أر جي بي خير ننتقل هلأ لنشوف الصوفتوير نفسه وكمان بنفس الوقت حنحكي عن الشاشة اللي بإمكانك تقرب عليها كتير معلومات مفيدة ولكني لأول وحدة قلت أنه محا أستخدمها يعني أنه هي منظر موجودة وخلصنا لأ فعلي هي مفيد لها كتير استخدامات حلوة خلين نشوف الصوفتوير سوية طبعاً مثل ما قلنا موضوع الصوفتوير موضوع بسيط جداً خلين نشوفه سوية جرد ما أني وصلت الكيبود ونزدت الستيل سيريز انجين أول شي حيعطني النتفيكيشن أنه فريموير قدو قضيت وه وهو إلى آخره هي كبسة خلال خمس ثواني نكون نهلة في الموضوع عامل أبديت لصوفتوير وخالصين ندخل على الكيبود نفسه أول ما أول شي حيفتع ليها حيفتع ليها شي اللي اسمه الكي بايندين كي بايندين كرمال أني يتحكم بكل الأزرار هاي يتحكم بشو كيف بديها يكون مخصصة حتى فيني عرف أكثر من مماط بحيس أنه كل مماط أني يستخدمه بمكانة معين فيني غير الأزرار فيني غير كبسات الأزرار حتى فيني غير الويندوز شو بيعملها على سبيل المثال ما بعرف أشياء جميلة جدا هون موضوع المايكرو هذا شيء كتير مميز بحيس أنه أنت مجرد ما قلت له Start Micro مثلا فأنا مثلا بدي له AWSG Space Plus Stop فيني أربط هذا الكلام بأي زر أنا حابب أني أربطه فيه أما التاب الثاني الممكن أن تقل له هون هي موضوع الإضاءة بشكل عام فيني يتحكم في كل الأزرار زر زر يعني مثلا فيني أخذ هاي الكيبورد هذا الـ Configuration 5 فيني يقل له بدي هدول الأزرار مثلا هاد وهاد 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 أو بحسن يقل له أعطيني هدول الأزرار مجموعة من الأزرار هدول وحط لي مثلا لون هون أصفر وحطيني مجموعة الأزرار هدول مثلا وحط لي لون هون أحمر مثلا هاد الكلام فورا بحسن طبقه على كل الكيبورد بحسن برجع على الباك باك 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 برجع بصفر كل الهيط بيروح كل كل الألوان فيني حتى بني أعمل سليكت بني سليكت لكل الزرار وانا ما بدي عمل لي هون في الإضاءة تبع الكيبورد كلها بشكل كامل فيني انتجا هون أعطي شي اسمه يعني لما أنا بك باس على زر معين مثل ما شفنا بصير في عندنا بتضوي الكيبوردات بشكل تدوي الأزرار بشكل معين فهون إذا بيجي لهون انا على ديس كارد لهات خيني أرجع على البروفايل اللي انا عمله فمسلا انا ايلو مجرد ما اني ضغطت على اي زر يعطيني تدرج لوني اللي هي هون بهذا المكان بروح يعطيني تدرج لوني لهذا الزر ننسأل بعد هيك لشي اسمه ايف كي افكت الاف كي يكفت هو إذا انت ما كبست اي زر بعد فترة ممكن بدك تطفي الأزرار كلياتك لما ما تخلي ما استهلك اكتر من عبر الكيبورد نفسه ويمكنك تطفي الأزرار هاي كلياتها ننتقل حتى لموضوع اللوكي كالر يلي هنا يشو الأزرار اللي تتفعل مثلا مثل كابسلوك مثل النوم لوك مثل السكرون لوك كل هذا هاي أزرار انت بدك طريقة تعرف انه هي شغالة او دائفة انت ممكن تحدد شو اللون يدي بدك يزهر لما هذا مثلا كابسلوك يكون مكتوب او النوم لوك يكون مكتوب واخر شي واحلى شي اللي هو موضوع الأولد الشاشة اللي حكينا عنها ولي انه هي موجودة ولي هي احد خينقول الأشياء اللي بيروجوا لها بهذا الكيبورد انه هي شيء جيد بالكيبورد نفسه هي عبارة عن شيء خرافي جدا فبمكاني انا فضلي هاي هون مسلا وجي اكتب هون مسلا وهذا الكلام ممكن ينعرض على الشاشة عندك على الكيبورد فيه قريد هون ممكن كرمال فا يلي فاضي وما عنده شيء بيامكانه يعمل اشياء كتير 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 جميلة بهذا الموضوع بحيث ان يخصص هذا الكلام وهيك بيكون غطينا تقريبا معظم المواصفات اللي موجودة بهالكيبورد هاد نقطة واحدة نسيت انا احكي فيها واللي هي موضوع الازرار نفسهم بحد ذاتهم واحدة من الامور اللي انا بشوفها سيئة واللي كان المفروض ستيل سيريز تكون افضل من هيك بس ولكن ممكن اعذرهم بالنسبة لموضوع السعر اللي هي موضوع انه الازرار نفسه بحد ذاته هي عبارة عن مطلية باللون الاسود هلا في عنا نوعين في عنا نوع اللي بكون مطلي باللون الاسود وفي عنا النوع الثاني اللي هو لا بيكون البلاستيك نفسه اللي جوه لونه اسود حد يلي شو الفرق بيناتهم الفرق على المدى الطويل موضوع انه هذا بيصير بيجمع بصمات بشكل كتير كبير بينما هداك بيحسن يكون مت اكتر فهذا موضوع صفة اختياري يعني ما فيني اقول انه هي سيئة بس ولكن كنت افضل اني شوف النوع الاخر من الازرار موجودة على الكيبورد بس ولكن بها الفئة السعرية هاي بمئة دولار اعتقد انه السيل سيريز في عملة شيء ممتاز شيء رائع بعض الاشخاص ممكن يقولوا طب مئة دولار بحسن اخد كيبورد تاني من اي شركة تاني ميكانيكية بلك صحيح مئة بالمئة بس ولكن المشكلة ببعض الكيبوردات هدول انه المصنعية تبعهم ضعيفة نوعا ما بالنسبة لموضوع الكفر نفسه او الطبقة العلوية نفسه عم تكون بلاستيك فبالتالي لو ان تجي تتني اكيد انت محتاج تتني الكيبورد بس ولكن هذا الشيء لما بنعمل نحن لحتى نفرجي قديش الكيبورد ممكن يتحمل ضغط قديش ممكن الكيبورد انت وعم تلعب وتعصب وطاخ وطيخ وكذا وهيك يتحمل اللجنان تبعنا هاي واحد اثنين موضوع الازرار الكبيرة مثل الانتر ببعض الكيبوردات حتى لو كانت ميكانيكية بيكون الاستقرار طبعهم غير صحيح بيكون فيهم مشاكل بحيث انه زي انت كبست الكيبورد من على جناب ما بتاخد الكبسة نفسها بينما هون انا ما شفت هالمشكلة هاي ابدا تبعها ممتاز المصنعية ممتازة جدا وبالتالي بيقابل مئة دولار عم تاخد كيبورد فول ارجي بي لانه اليوم لازم يكون كل شيء عنا ارجي بي بما انك كيمي ومصنعية ممتازة واداء ممتاز جدا فهل انصح بشراء هذا الكيبورد نعم لو انت شخص عم تدور على الكيبورد ميكانيكي فهذا من الكيبوردات الي انصح انك تروح وتشوفها واليوم معظم المحلات او معظم اماكن العرض اردي موجود عندهم بيكون خينا نقول اليونت او وحدة او كيبورد محطول بمكان الحال ومحطول فيك تجربه فبين مكانك تروح وتجرب وتشوف كيبوردات تانية وتجرب الملمس تبعها لانه الموضوع بيرجع لانت شو بتفضل بس ولكن برجع بنبيه هذا الكيبورد ليس لا استخدام مكتبي اذا انت في معك شخص تاني بنفس الغرفة عم تشتغله فهذا الكيبورد لا انصح به ابدا لانصوته عالي جدا اما لو انت شخص هذا ااخده الكيبورد لالالعاب انت قاعد لحالك بالغرفة فهذا الكيبورد اداءه ممتاز جدا سعره ممتاز جدا وحتى انيق انيق كتير على المكتب تبعك وهي كان حالتنا اليوم اتمنى تكونوا استفدتم من النوست امتعتوا فيها اذا عجبك نحتوى هالفيديو اذا كنت من الاشخاص اللي مهتمين بموضوع الكيبوردات وبهل اصص تبع الكمبيوتر بشكل عام وحتى ازقاط على الكمبيوتر ان شاء الله حيجي بوقت قريب لحنبلش نحكي فيها كمان وتجميعات وهل اصص هاي فاتك انك تشرف بالقناة وتفعل زر الجرس كان معكم عمارة بقورة بشوفكم بحالة جديدة سلامت